في تصريحات هي الأولى لمسؤول أمريكي بشأن مصير القوات الأمريكية التي ستغادر سوريا قال وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر أنه بموجب الخطة الحالية ستذهب جميع تلك القوات إلى غرب العراق حيث سيواصل الجيش الأمريكي عملياته ضد تنظيم داعش لمنع عودته مرة أخرى تصريحات تظهر أن مبرر الرئيس دونالد ترامب لسحب القوات من سوريا لن يتحقق قريبا بعد أن قال في وقت سابق أنه حان الوقت لعادة الجنود الأمريكيين إلى الوطن معنا الآن من واشنطن الباحث في ماهد هادسون بليز ميشتال سيد ميشتال مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار إذن الجنود الأمريكيون لن يعودوا إلى الوطن كما قال الرئيس ترامب وكانت هذه ذريعته أنه لا حاجة لوجود جنود أمريكيين في كل هذه الحروب الغير المنتهية كما وصفها ولكن في واقع الأمر الجنود لن يعودوا إلى البلاد سيذهبون إلى العراق المجاور لا أدري إذا كانت الأمور هناك أكثر أمنا بالنسبة لهم كيف نفهم هذه الخطوة؟ مساء الخير إليكم وإلى مشاهديكم أنت محق تماماً هذا يظهر أن ذلك التبرير الأساس الذي أعطاه الرئيس ترامب لسحب القوات الأمريكية من سوريا كان غير مفكرين فيه ملياً والآن بدلاً من جلب الجنود الأمريكيين إلى أمريكا بعد طوال بقائهم في شرق العوسط الآن هما يذهبون إلى العراق والآن يبدو أن الأمر لا يتعلق بالمجيء إلى أمريكا بل من سوريا إلى العراق والآن عرفنا أن أمريكا قررت أن ترسل ألفين جندي إلى السعودية لمواجهة إيران لذلك بعد كل هذا الولايات المتحدة الأمريكية سيكون لديها قوات أكثر في الشرق الأوسط بالمقارنة مع ما كان علي الحال السابق وعلينا أن نفهم أنه في العقلية الأمريكية على الأقل هناك تمييز بين أولئك الجنود الموجودين في مكان ما ويكون لأمريكا من خلالهم موطئ قدام أولئك الجنود الذين يشتبكون في نزاعات ما ترامب يقول أن هناك جنود في الحدود التركية السورية وهم قد يسمحون بالانسحاب للأكراد من تلك الحدود وهو يريد أن يتفاد أي اشتباك ولا يريد أن يرسل جنودا قد يشتبكون ولذلك هو يرسل جنودا للسعودية مثلا لكن في خطوط غير خطوط الاشتباك وإنما فقط كموطئ قدم لهم هناك هناك شيء يتغير في هذه الاستراتيجية ويبدو أن المستشارين يقولون لترامب بأن داعش لا تزال تهديدا قد لا يكون لها خلافة ميدانية لكن هي تظل خطيرة بسبب ما يحدث في شرق الأوسط إيران أيضا تهديد ولذلك أمريكا تريد أن تبقي حضورا هناك لمواجهة هذه التهديدات لكن يبدو أن أمريكا لن تستطيع مغادرة شرق الأوسط المشكلة اللافت في هذه المسألة سيد ميشتال أن العراق كما تعلم جيدا بلد يحظى بنفوذ إيراني متزايد ومستمر وإرسال القوات الأمريكية إلى هناك كما يرى البعض على الأقل داخل الإدارة الأمريكية يعني من شأنه أن يعرضهم للخطر وبالتالي يجب مراجعة هذه المسألة بشكل أكثر دقة إلى أي مدى برأيك هناك بالفعل مخاطرة بإرسال هؤلاء الجندي نتحدث عن ألف جندي إضافي عدا عن الخمسة ألاف تقريبا الموجودين هناك إلى أي مدى هؤلاء موجودين في مناطق خطر بالنسبة للوجود الأمريكي نعم هناك مخاطرة كبيرة في هذا الأمر لكن السؤال الأكبر لأمريكا هو ما هي مهمة هؤلاء الجنود أعتقد أن النقطة التي أشرت إليها تبين المشكلة التي قد تقع فيها أمريكا والتي وقعت فيها في سوريا لأنه لم يكن هناك وضوح في الرؤية والمهمة هل نحن هناك لمواجهة داعش ومنع ظهورها مجددا هل نحن هناك لمساعدة الأكراد لتغلب على الأسد أم لمواجهة إيران جون بولتون المستشار مستشار الأمن القومي السابق قال إن الجنود الأمريكيين لن ينسحبوا من سوريا إلى أن يغادر آخر جندي إيراني لكن الإدارة الأمريكية قالت كلا على ما يبدو ويبدو أن هذا السؤال لن يطرح في السياق العراقي هل الجنود الأمريكيون في العراق لمواجهة داعش أم لمواجهة نفوذ الإيراني وميليشيات إيران كالحجد الشعبي وغيرها وبالنسبة لهذا الأمر يعتقد أنه الأصعب والأكثر خطورة للسياسة الأمريكية هناك قد يكون هناك مواجهة لداعش فقط وفي هذه الحالة يكون هناك خطر أقل لكن إيران ستكون قادرة على زيادة نفوذها في العراق ولذلك بالنسبة للعراق أو غير العراق يبدو أن الجنود قد يستهدفون من قبل ميليشيات إيران لذلك أمريكا عليها أن تحدد أولوياتها وأهدافها في الشرق الأوسط وهذا بطبيعة الحال غير واضح منذ أن جاء ترامب هؤلاء الألف جندي سيد ميشتال الذين سينتقلون إلى العراق إلى أي مدى برأيك من ضمن الصلاحيات أو التفويض الممنوح لهم هو شن هجمات داخل الأراضي السورية في حال كان هناك بالفعل عودة لتنظيم داعش أو أنشطته في سوريا سمعنا أنه بالإضافة إلى الجنود الذين يذهبون إلى العراق فإن أمريكا تخطط لإبقاء قاعدتها في التنف وكذلك تخطط لإبقاء السيطرة الجوية في شمال سوريا وإبقاء القدرة على أن تشن هجمات عبر الحدود لذلك وجود الأمريكيين في العراق يخول لهم استهداف أي أهداف في سوريا لذلك أولئك السجناء الدواعش الذين هربوا من بعض السجون أو مثلا أولئك الموجودين في الرقة أو في أماكن في شمال سوريا قد تستهدفهم القوات الأمريكية من العراق علينا أن نتذكر أيضا أن أصل ومصدر داعش ونفسه مصدر جبهة النصرة وهم جاءوا من العراق ومن القاعدة في العراق وكذلك من تلك العمليات التي بدأت في 2004 وفي 2005 و2006 في الأنبار ولذلك من المهم الغاية أن تحافظ أمريكا على وجودها في غرب العراق ويمكن أن تستهدف أي محاولات لداعش للانبعاث أخيرا سيد مشتال اليوم أيضا وزير الدفاع مارك أسبر يقول الولايات المتحدة ما زالت على اتصال بالمقاتلين الأكراد في سوريا المنساحبين من هذه المنطقة التي أعلنتها تركيا منطقة آمنة اتصال بين الولايات المتحدة والمقاتلين الأكراد بغرض ماذا البعض يعتقد بأن العلاقة الميدانية على الأقل انتهت بين الولايات المتحدة والحلفاء الأكراد اتصالات بهدف ماذا تحديدا هذا سؤال وجيه للغاية أعتقد أن هناك غايات عديدة لهذا التواصل أولا هذا الاتفاق بين أمريكا وتركيا مفاده أنه سيتم الانسحاب من القوات الكردية خلال خمسة أيام وربما أمريكا تتحدث مع وحدات حماية الشعب الكردية لتشجيعهم على الانسحاب من تلك المنطقة الآمنة نعلم أن القيادة الكردية لن تفعل ذلك بحماس كذلك قد يتصل بهم للمطالبة بأن يبتعدوا عن تلك الأماكن وكذلك يحافظوا على مواجهتهم لداعش لكن يبدو أن وحدات حماية الشعب الكردية سيكون لها الوقت والطاقة لإما اتخاذ قرار مواجهة داعش أو مجارات أمريكا فيما تطلبه بعد هذه الخيانة الأمر أصبحت متغير الآن لذلك لا أعرف ما الذي سيحدث الآن شكرا جزيلا لك بليز مشتال الباحث في ماء هادسون كان معنا مباشرة من واشنطن